لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلة الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلة الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان بصغولها دمعان يا أيها التقلان يا أيها التقلان الحمد لله مكرمنا بتبيينه وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه وأمينه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم أما بعد فإن من جملة ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى من القصص ما كان من الصحب مع الصفا والمروة فقد جاءنا في الصحيحين وغيرهما أن الأنصار كانوا أيام الجهلية يهلون لمناه صنم الطاغية وكانوا من أهل لمناه يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة وكانوا يتركون ذلك فلما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل علينا من حرج إذا نحن تطوفنا بين الصفا والمروة فأنزل الله الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله أي معالم دينه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع أخيرا فإن الله شاكر عليم وعلمنا أن البداية لهذا التوافع بين الصفا والمروة كان مما حدث لهاجر أم إسماعيل اتركهم النبي إبراهيم عند البيت المحرم قبل أن يجد بناءه بأمر الله تبارك وتعالى ولما سألوه لمن تتركنا في هذا الميدان وهذا الوادي فسكت فقالت له آه الله أمرك قال نعم قالت إذن فاذهب حيث شيتا فوالله لن يضيعنا فلما اشتد عطش الولد وكاد أن يموت من شدة العطش ولم تجد ماء حواليها ذهبت إلى جبل الصفا فرقت عليه تنظر يمنة ويسرة هل من ماء هل من حامل ماء هل من يغيث بماء فخرجت متوجهة نحو المروة فلما كانت ببطن الوادي منخفض سترها فجرت حتى إذا ارتفعت مشت مشها المعتاد حتى وصلت عند المروة فالتفتت يمنة ويسرة تترقب ماء ماء ومن يغيث بماء ثم عادت مرة أخرى فلما كانت ببطن الوادي جرت وهكذا حتى كملت سبعة أشواط ثم صعدت على المروة سمعت صوتا وقد أمر الله جبريل أن ينزل فقالت من هذا إن كان عندك شيء فارث فضرب بالجلح الأرض فنبعت زمزم فخرجت نحو الماء تزمه وتضمه تخاف أن ينقص عليها وأن يتلاشى وتقول زمزم هي سمية زمزم زمزمت ذاك المه وفي الخبر لو تركته لك نهرا جاريا بمكة ولكن بيان ما يكتنف طبيعة البشر من الحرص على شيء وأن الحرص على شيء قد يسبب نقصه فلو كانت تركته ولم تخشى لك نهرا كبيرا جاريا بمكة وكان ماء نميرا ولكن بسبب الحرص صار بيرا فازدارت بير زمزم مباركة يجلب ماءها إلى مشارق الأرض ومغربها ومستمرة على مدى هذه القرون حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المكة أن يبعثوا إليه بقربتين من ماء زمزم وبعثوا بالقربتين إلى المدينة فكانتا عنده وكان إذا جاءه مريض أخرج من ماء زمزم فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم فأبقى الله تعالى هذه الذكرى وصار في الهدي الكريم السعي بين الصفا والمروة وقد سعى بين الصفا والمروة أنبياء أيضا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنه صلى الله عليه وسلم أثبت الجرية بطن الوادي حيث جرت هاجر عليه رضوان الله تعالى فكان بنفسه يتوفو بين الصفا والمروة فإذا استبطن الوادي جرى وجريه كان على شكل مقاربة مع الخطاء مع رفع من الأرض للقدمين واضح وهج للكتفين وكان يلاحظ ذلك عليه حتى قال بعضهم فرأيت إزاره يدور لبنه من شدة حركته صلى الله عليه وسلم فكان هذا من السنن عند السعي بين الصفا والمروة للرجال الجريو في هذا أو الرمل في أثناء الطريق وهو المحل المعلوم بالأميال الخضر الآن كانت هذه الذكرى ثابتة وفيه أن شعائر ديننا مربوطة بذكريات لأرباب الصدق والإخلاص مع الله تعالى لأن تذكرهم يثير حقائق الصدق والإخلاص فينا ويربطنا بحقائق الصفات التي فيهم علم الله ذلك فرتب هذه الترتيب وقد سمعناه يقول عن بيته الحرام إن أول بيت مذيع للناس الذي ببكت مباركا مهدى للعالمين في هاية بينات مقام وإبراهيم وربط الذكرى بإبراهيم حتى أنه لما أمره أن يؤذن للناس بالحج قال له أذن في الناس بالحج ياتوك قال لإبراهيم ياتوك فكأنه مقصود بالمجيء ما قال ياتو البيت قال ياتوك رجالنا على كل الظامر ياتينا من كل فجين عميك فكذلك بقيت هذه الذكرى فكان الصفاء والمروى الجبلان المبركان شعيرتان من شعائر الله تبارك وتعالى أي من معالم دينه وكل ما كان معلما من معالم دين مرتبة المدين فهو شعير من شعائر الله جل جلاله ويذكر أهل العلم أعظم الشعائر في خمس شعائر محمد رسول الله والقرآن المنزل عليه والقعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان فهذه أعظم الشعائر لله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فأثبت الله أن جبل الصفاء وجبل مروى من شعائره إن الصفاء والمروى من شعائر الله فمن حج البيت وعتمار فلا جنح عليه نتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر وعليم أي بل له الأجر وذلك لازم من واجباته أو أركان الحج والعمر ولقد قال عروته لسيدة عائشة رضي الله عنها أني أرى إذا اعتمرت فتركت الطوى بين الصفاء والمروى قال لي شيء عليه قالت ماذا قال لي قول الله تعالى فلا جنح لي نتطوف بهما قال ليس ذاك لو كان كما قلت وكما ظلنت لكان فليس علي جنح ألا يتطوف بهما أما فليس علي جنح ألا يتطوفه لأن الأنصار كان الأوس والخزرج يهلون لمنى وكانوا يتحرجون من السعي بنصف المرى فسألوا رسول الله فأنزل الله في الآية وأخبرهم أن لا حرج ولا شيء عليهم بل ذلك مطلوب منهم وهم أجرون عليه إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليه أن يتطوف بهما بل لا يكمل حجه ولا عمرته حتى يتطوف بينهما والمشي من الصفاء إلى المروة سعي والعود من المروة إلى الصفاء شوط ثاني وهكذا حتى يكمل السابع عند المروة لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المضمار ابدأوا بما بدأ الله به بعد أن استبينوه وبين لهم الحكمة في السعي بنصف المرى قالوا بأيهما نبدأ ابدأوا بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة بدأوا بالصفاء فابدأوا بما بدأ الله به في أن يلاحظ الإنسان في أعماله ما وافق كلام الحقي وكلام رسوله فيفهم الإشارة في الترتيب في التقديم في التأخير ولهذا كان قوله ابدأوا بما بدأ الله به حجة عند الفقهة في كل أمر يحتاج فيه إلى الترتيب فذكر فمث فيه فالذين أوجبوا الترتيب في الوضوء مثلا وهم جمهون رفقها الأمة قالوا لقول النبي ابدأوا بما بدأ الله به فلم يخصت ذلك بالصفاء المرواة لكن الله لما ذكر لنا الوضوء قال فأغسلوا وجوهكم أرجوكم مرافقكم أرجوكم إلى الكعبين فرتبها فقال ابدأوا بما بدأ الله به يقتضي هذا الترتيب الذي أشار إليه صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله في هذا الحديث الكريم إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا من تقرب إلى الله بالخير فإن الله شاكر جل جلاله يشكر سعي كل من صدق معه كل من أقبل عليه هو المشكور ومع ذلك هو يشكر عباده وشكر له جل جلاله ولكن لعظمة جوده وكرمه سار بعزته وجلاله يشكر العبد الذي وفقه للخير فاستمسك بالهداء هو يشكره سبحانه وتعالى قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فوليك كان سعيهم مشكورا فوليك كان سعيهم مشكورا مشكورا من قبل من من ذلك أي لجنة ستشكره أي جماعة ستشكره أي دولة ستشكره الأمر أكبر من ذلك كله يكون مشكورا عند رب العرش عند رب الأرض والسماء عند ربي كل شيء ومليكه جل جلاله وتعالى فلنعلم فوائد التقرب إلى الله تبارك وتعالى وما نتحصل عليه من قبل هذا الإله فإننا لا نقدر أن نتاجر مع أحد كما نتاجر مع الواحد الأحد فإن الربح عنده عظيما لا حد له دائما لا انقضاء له جزيل لا حصر له وهو الذي يقول في حديث القدسي أعددت لعباد الصالحين أعددت عباد سماء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشار وهو القائل في حديث القدسي من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا تقرب إليه ذراعا اقتربت منه باعا ومن أتان يمشي أتيته هرولة فما ألطفه وما أكرمه من رب رحيم كريم رؤوف متفضل منان جل جلاله وتعالى في علاه فإذا أضمنا شعائره عظمنا نحن صرنا عظمنا نحن برضاه عنا جل جلاله بل تعظيم الشعائر له اتصال بحقيقة حلول التقوى في القلب كما نقرأ في الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب فعلمنا أن الشعائر قد تكون جمادات من غير شك الكعبة من عظمها والشتفى والمروى منها بالنص والبد وقد تكون حيوانات قال والبد نجعلناها لكم من شعائر الله فكل بدنه وكل جمل أهدي إلى الحرم لأجل أن يدبح هناك تقرب أن الله صار شعيرة من شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا يأتي تعظيم الشعائر بأمر الله جل جلاله حقيقة تعظيم لله الآمر بتعظيم هذه الشعائر سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فرابطة تعظيم الشعائر بحلول التقوى في القلب رابطة وثيقة والمعنى أن من خلا قلبه عن حجقة التقوى هو الذي يتهاوم بالشعائر هو الذي لا يعرف للشعائر حرمه ولا مكانه ولذا اختلف الناس في درجاتهم في الإيمان بما يستقروا في قلوبهم من تعظيم شعائر الله وتجد صحب الإيمان الأقوى الأكبر الأعظم حاله عند دخول المسجد يختلف عن حال الغافل الجاهل لأنه معذم للشعائر ما يدخل المسجد وهو يضحك ولا وهو يسهو ولا يكون غافل بأي رجل يدخل إلى المسجد ويقرأ الأذكار وكان بعض الصالحين يقفوا على باب المسجد ينتظروا دخول أحد من المسجمين يدخل وراه يقول ما لك يقول بيت ربي وأول ما أدخل في ينظر إلى قلبي وأنا استحيي من ربي فينظر إلى قلب واحد من قبلي فأدخل أنا معه يكون أحسن فيدخل المسجد معظم للشعائرة فهذا انتفاعه بالمسجد أعظم ونصيبه من الرحمة التي تنزل في المسجد أكبر لأنه عظم بل جميع شعائر الله ككتابه العزيز على قدر تعظيمنا لها نفوز بنورها وسرها وبركاتها وخيرها وكنوزها وما فيها مما خبأ الله تعالى من الخيرات الكثيرات والبركات الكبيرات وكلما زادت تعظيم زادت الاستفادة من خيراتها وكنوزها وكلما نقص التعظيم نقص حظظلم من من هذا العطاء ومن هذا الخير ومما خبأ الله في الشعائر من التعظيم ولذا وجدنا انتفاع الأمة بنبيها أعظمه كان عند الرعيل الأول الصحب الأكرم فمن تفع أحد برسول الله كمن تفع بصحب ولكن الحال كما لاحظ هذا في لحظات عروت بن مسعود الثقفي وكان كافرا في لحظات برز له الحال واضحا جاء يخاطب نبسا سلم من أجل الدخول إلى مكة في أيام الحديبية رقب القوم ورجع قال يا قوم نصيحتي أن تصطلحوا مع الرجل فإني رأيت معه قوم لا يسلمونه والله لقد وفتت على كسرة في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاش في ملكه فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا أو كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى عليه وسحبه وسلم كل ذلك لمحوا في ساعة وقفها ورأى النبي والصحابة فيها فما كان أحد يعظم أحد كما يعظم الصحابة محمدا فما استفاد من محمد أحدا كما استفاد الصحابة رضي الله عنه اعتلت بذلك رتباتهم وعلى قدر التعذيم لشعائر الله نحوز خيرها وبركتها ونتحقق بتقوى القلوب والقلوب محل نظر الله جل جلاله وتعالى في علاه زاد الله الصفا والمرط البيت العتيق شرفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة إنه أكرم الأكرمين واجعلنا من أهل تقوى القلوب الحمد لله رب العالمين لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلة الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلة الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهجا لإحسان فصولها بمعان يا أيها التقلان يا أيها التقلان